وهنا أتحول للسيد وجدان عبد الرحمن ما أهمية وفقا لما قال الدكتور عماد ما أهمية غياب الإصلاحيين عن هذه الانتخابات حتى هم لو ترشحوا ونجحوا ربما لا يمتلكون الصلاحيات الكافية للتغيير كما ذكر الدكتور عماد فشلوا في السابق في تحقيق وعودهم التي وعدوا بها الناخبين الإيرانيين صحيح أنا أتفق وياك لهذا أن الشعوب في إيران وأنا أؤكد بأن المنطقة الرمادية هي تتكون من الشعوب صحيح لا ينتمون إلى اتجاهات سياسية وأحزاب بعينها وإنما يبحثون عن مصالحهم التي يطالبون بها وفقا للدستور الإيراني لكن فيما يتعلق بموضوع الإصلاحيين أنه في دورة حسن روحاني أيضا سعى إلى حل بعض المشاكل الاقتصادية ونحن أيضا نختلف معه في هذه الرؤية لأنه أيضا هذه المصالح أتت على حساب مناطق أخرى في إيران بما فيها الشعب العربي الأهوازي لكن بالنسبة للعقوبات وأيضا عدم نجاح حسن روحاني بحل معضلة العقوبات والقضايا الاقتصادية في إيران روحاني الذي يسعى الآن من خلال حل مشكلة الملف النووي وعادة الأموال إلى إيران وتعاون هناك كبير بالنسبة للدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية في حال إيران ما زالت تعاني رغم أنه لا شك أن الحرص الثوري والمتشددين يحاولون عرقلت حل مشكلة الملف النووي الإيراني وعودة الأموال إلى إيران إذا حسن روحاني الإصلاحي وأيضا المرحب به في المفاوضات من قبل الدول القربية وأيضا حتى مدعوم من قبل الصين وروسيا لم يستطيح حل مشكلة الإيراني فما بالك بأن يأتي رئيس من الأصوليين المتشددين الذين يرفضون الولايات المتحدة ويرفضون جلوس مع الشيطان الأكبر ما يسمونه ويرفضون الموضوع المفاوضات فلا شك هذا سيسيء بشكل كبير إلى الاقتصاد الإيراني وأيضا الحالة المعايشية التي يعاني منها المواطن الإيراني بشكل عام